مرحبا بكم مجددا في قناة أنا السيوب مع هذه الأخبار العاجلة والمستعجلة والتي أعلن عنها قبل قليل من طرف وزارة الدفاع الأمريكية أو مصلحة وكالة التعاون العسكري الدولية الDSCA التي أعلنت قبل قليل عن مفاجأة مدوية عن قنبلة من العيار الثقيل شنقيحة اليوم ونظام حضرات الجزائر ما غاديشي نعسو لأن هذه القنبلة متابعين الكرام هي فعلا من العيار الثقيل فوزارة الدفاع والبانتاجون الأمريكي عن طريق وكالة التعاون الدولية لأشؤون الدفاع الأمريكية أعلنت قبل قليل رسميا عن قيام المملكة المغربية باقتناء راجمات الصواريخ بعيدة المدى الهيمرز الأخطر في الموضوع متابعين الكرام أنها قادمة مع صواريخ باليستية بمدى 300 كم أي أننا نتحدث متابعين الكرام عن نسخة أقوى بكثير مما تم تسليمها لأوكرانيا وراءكم شفتم متابعين الكرام ما قامت به راجمة الهيمرز ضد الجيش الروسي فكما تشاهدون هنا متابعين الكرام هذا هو الإخطار أو الإعلان الرسمي من موقع DSSA وهو موقع وكالة التعاون العسكري الدولي في الخارجية الأمريكية كما تشاهدون موروكو يعني صفقة لهيمرز هناك تفاصيل ديال الصفقة بطبعاً لحالة هذه التفاصيل هي متاحة للعموم موجودة في الموقع الرسمي لكن المفاجأة صراحة مفاجأة المفاجأة الكبرى وهي مع صواريخ الأطا CMS صواريخ باليسية بمدى 300 كيلومتر بمدى 300 كيلومتر وش عرفتش نو هي مدى 300 كيلومتر صواريخ باليسية بمدى 300 كيلومتر خصوصاً وأن هذا الصفقة متابعين الكرام ديالهيمرز المفاوضات دياله كانت مفاوضات طويلة جداً لأن الولايات المتحدة الأمريكية هذا الصواريخ لم يكتبها لأي كان حتى أوكرانيو ما أعطتش لهذه الصواريخ حتى أوكرانيو ما أعطتش لهذه الصواريخ ديال مدى 300 كيلومتر عطتش فقط صواريخ ديالهي 70 كيلومتر هناك تحتو على أهمية الصفقة أهمية المفاوضة المغربي في إنجاح هذا الصفقة ديالهيمرز بهذه التفاصيل اللي كنشوفو هنا بالمناسبة تم اقتناء 18 رجمات هيمرز مع صواريخ بمدى 300 كيلومتر يعني مفاجأة من العيارة التقيل خصوصاً وأن المغرب اقتنى بالفعل راجمت البولس من إسرائيل واحتهي بمدى 300 كيلومتر وتعرفت القوة النارية اللي ولت الآن عند المملكة المغربية وعند القوات المصلحة الملكية المغربية لا أتصور لا أتصور أن هناك قوة الآن قوة عسكرية قادرة على أن تفكر في استفزاز المغرب المغرب والتي عنده قوة صاروخية هائلة وكبيرة جداً صراحةً عاد ضيفوا إلى ذلك القوة ديالطائرات المسيرة خصوصاً الكاميكازو ما إلى ذلك من هذه الأمور فصراحةً صفقة مفرقعة بكل ما تحمل كلمة المعنى صفقة رائعة كبيرة جداً مهمة جداً قوية جداً وطبع الحال حينما رأينا تلك أو ذلك الزخم ديال الزيارات الذي رأيناه مؤخراً مع الجانب الأمريكي لأن فاشكت تشوف على أن العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وصلت له هذه الدرجة هذه لأنهم يعطيك صواريخ بمدى 300 كيلومتر فهذه المسألة ليست بسيطة خصوصاً الموقع المغرب موقع الاستراتيجية المغرب في نجا رأي 300 كيلومتر رأي جنوب الإسبانيا كامل في مدى هذا الصواريخ الصواريخ الجنوب الإسبانيا كامل الحظ يا رب لما تحدثوا اليوم لأنهم الآن ما بقاوش ما بقاوش قادرين على أنهم يتكلموا على المقارنة العسكرية مع المغرب دكشي اللي عندهم الخردة اللي عندهم أصبحت لا تتساوى بأي شك من الأشكال مع القوى العسكرية اللي عندهم على كلين كيفما كتشوفوا هذه هي راجمة الهيمارس مع صواريخ الأطياء السي ام اس كيفما كتشوفوا صاروخ باليستي مدى 300 كيلومتر هذه الراجمة التي قام المغرب باقتنائها الآن والتي أعلن عنها قبل قليل هذا هو الصاروخ الباليستي سوف نشوفوا أيضا صفقة أخرى متابعينا الكرام لأن هناك صفقة أخرى متعلقة بصواريخ الجيساو صواريخ الجيساو صواريخ مجنحة من الصنف ديال استاندوف تطلق جوا تطلق من المقاتلات وتطلق من الف 16 هذا الصواريخ المتابعينا الكرام راه هي هذه صواريخ مجنحة هي اللي كتشوفوا الآن حتى هي تم الإعلان عنها رسميا من طرف البنتاجون أو وزارة الدفاع الأمريكية أي أن المغرب قام باقتناء هذا الصواريخ الجيساو أو ما يصطلح عليه أيضا بـ الـ الجي ايم 154 والمدى دياله هو 130 كيلومتر 130 كيلومتر تخيلوا معي حجم الصفقة التي قلنا عنها 130 كيلومتر صواريخ باليستية هي مارس بمدى 300 كيلومتر وصواريخ الجيساو التي تطلق جوا أيضا بمدى 130 كيلومتر صفقة من العيار التقيل صفقة من العيار التقيل وذلك لا تتكلموا عن الصفقة التي كانت معه الجانب الإسرائيلي في طبيعة الحال الموقع الوكالة تعاون العسكري وزارة الدفاع الأمريكية فيها يعني كافة التفاصيل ديال السفقة لكننا أعطناكم الخلاصة ديال السفقة ونتفصلوا في المسائل ديال السفقة في القناة الثانية المخصصة للمجال العسكري صراحة اليوم الوكيين لا تتحدثوا عن حيات المخصصة للمجال عمليكيين لا تستطيعوا أن يأتي وهم لأن كذلك ما كانوا متخوفون منه وقعت كذلك ما كانوا متخوفون منه حصل كانوا متخوفون على أن رواية المتحدة الأمريكية تعطي المغرب أسلحة استراتيجية التي تتبيع فقط دول ناطو أقرب المقربين وهذا يؤكد أن العلاقات المغربية الأمريكية وصلت إلى مستوى استراتيجي غير مسبوك لأنها تحتاج صواريخ باليسية بمدى 300 كم وراجمة الهيمارس بهذه القدرات وصواريخ الجيسة بهذه القدرات اقرأوا السلام على الهوكيين هذين كانوا يقولون الحارب ونحتل لكم في ثلاثة ساعات واربعة ساعات اشتركوا في القناة وانطلقت فعلا صناعة العسكرية في المغرب والطائرات المسيرة الكاميكاز وراجمة البولس وأشياء أخرى هناك أشياء أخرى قادرين تحطو عليها ولكن لا تحطو عليها الآن تحطو فقط المسائل التي أعلن عنها بشكل رسمي من طرف ألوية المتحدة الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية متابعينا الكرام هذه المسائل كلها سنتفصلوا فيها في القناة الثانية أنا ستوب ديجيتال سنقدم لكم هذه الأخبار العاجلة لأنها أخبار خطيرة ومهمة جدا وكبيرة جدا بالنسبة للمغرب وللقوات المسلحة الملكية نقول مبروك للقوات المسلحة الملكية وأيضا نوجه التحية الخالصة لأبطال قوات المسلحة الملكية أينما كانوا في الجدار في البحر في البر في الحدود في أي مكان متابعينا الكرام أراكم في فيديو قادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر